الرافع من مستوى نجاعة التحضيرات الخاصة بلعاب البحر الأبيض المتوسط وتبادل الخبرات في الجانب الأمني كان محور ملتقى بالتعاون مع خبراء بريطانيين في المجال للاستفادة من التجربة البريطانية للتحضير المحكم للحدث المتوسطي سنة 2021 نحن مستعدون لخوض كل التجارب التي تسمح لنا بتفادي الأخطاء التي وقعت فيها المؤسسة الأخرى سنعتمد في ذلك على الخبرات السابقة في تنظيم وتأمين الأحداث الكبرى نعلم أن نجاح أي نشاط قد يتأثر بأي خلل في الجانب الأمني كحصول اعتداء أو اندفاع الجماهير أو مشكلة في تسيير المداخل إذن الجانب الأمني مهم تأمين الرياضيين والجهاز الفني والجمهور ووسائل النقل يعد في غاية الأهمية حولنا تقديم خبراتنا في مجال أمن مواقعي في مثل هذه تظاهرات خاصة فيما يتعلق بنقل الحشود إذ طلعنا على بعض محطات الوصول والذهاب قيد الإنشاء في المطار ومحطة القطاري الستة الجديدة وتعكف وزارة الداخلية بالتعاون مع لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط على ضمان المهام الموكلة إليها لا سيما في الجانب الأمني والمساهمة في تسويق الولايات وهران مع اقتراب ألعاب البحر الأبيض المتوسط هدفنا الأساسي هو الرفع من قدرات المصالح المعنية بتنظيم هذه المنافسة لا سيما من الجانب الأمني وكذلك من أجل إعطاء الصورة التي نعمل بها من أجل إعطاء احترافية أكبر في تنظيم المنافسات الرياضية حتى نظمن صورة تليق بالجزائر على المستوى البحر الأبيض المتوسط ودوليا وكذلك يكون لدينا الاستعداد الكافي لتنظيم تظاهرات أكبر من ناحية المستوى وعلى بعد أقل من 15 شهرا من التظاهرة فإن مثل هذه التجارب تهدف لتعزيز القدرات والهيكل الرياضية لنجاح الدورة وسيرها في أحسن الظروف ترجمة نانسي قنقر